مونير الزغبي الصراحة أبدعت بتقديم العمل بشكل جدا 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 ممتاز استخدمت الكثير من الأدوات لبلورت الحالات النفسية للشخصياتك اللي انت قدمت على الشاشة صراحة ترجمت النص بشكل واي جميل وتنوعت بين السرد والرمزية والسريالية بتوصيل حالة الشخصية أو الممثل للجمهور خاصة عندك في مشهد أجهاض سارة اللي ابو ثينا الرئيسي لما انت بالورتة لما انقلب كوب الشاي مال حسين المهدي على الطاولة وقام ينزف على الأرض قدمت العمل بشكل وايد حلو وايد جميل واعتقد ان العمل يعني كسب وايد يعني إبداع والوضع اللي هو صار فيه وقدر انه يوصل حق المشاهد بهالسلاسة اعتقد سبب من أسباب نجاحك نسبة كبيرة منير زعبي لو فيه أحد ثاني غيره اعتقد توقع ما كان بيوصل النص أو العمل لشكل اللي احنا شفناه في ذكريات لا تموت الحين نشوف ذكريات لا تموت مقدمة ونرجع مع مواضيع وايد ساخنة من كشف حزاب اشتركوا في القناة